مساء الجمال مليون مبروك لعلي عشور أخويا وحبيبي والناس المحترمة جدا جدا وفنيا عالي جدا علي لأن علي عشور اللي الناس ما تعرفوش يا جماعة أن المدرب الكورة هو موهبة يعني ممكن يبقى فيه مثلا جيل مثلا جيل كابت المصطفى عبدو جيل الخطيب من أحسن أجيال في تاريخ النادي الأهلي هتلاقي مثلا إيه السلاسي لهجوم مصطفى عبدو الخطيب مختار مختار أنا من رأيي اللي كان أقل مهارة شوية منهم التلاتة هو مختار مختار هو دلوقتي مدير فن هو اللي بيصنع اللاعب هو اللي بيعمل الخطط وهو اللي بيعمل فنيا إنما كابت الخطيب في الإدارة كابتن مصطفى عبدو حاول يشتغل كمدرب الملكة بتاعته بالرغم أنه كابتن مصر بس الملكة بتاعته أو الموهبة بتاعته بكادش في كده كان في الإدارة برضو هتلاقي في نص الملعب مثلا هتلاقي طهرب وزيد ما اشتغلش في التدريب من أمهار اللي عباجات في تاريخ مصر فأقصد إن التدريب هو موهبة زي ما بيقى فيه لعب موهوب فيه مدرب موهوب مش المدرب مثلا مسك منو الخزي حد كان يعرفه خالص ولا مسك خد بطولة في حتة ولا حاجة جي النادي الأهلي خد بطولات الدنيا كلها عشان مدرب موهوب اللي عبتوا أول حاجة بعد كده قدر ياخد معها صدقوه فقدر ينفزوا كلامه فقدر ياخد معهم بطولات هل منو الخزي لما كان في البرتغال الأول ما قال بسم الله الرحمن الرحيم تدريب لو حد قال له انت هيجي يوم تروح مصر وتمرى النادي اسمه النادي الأهلي وهتاخد معهم بطولات كان ضحك لكن لو حد قال له كده كان هيتحك فهي الكورة التدريب موهبة ورزق من عند ربنا زي أي مهنة في الدنيا هو رزق فعلى عشور من الناس اللي بتمرن تقريبا في نفس التوقيت لما ابتدت أنا تدريب مرن في الخليج مرن في السعودية طبعا ومرن في الإمارات في دول الخليج التدريب خارج مصر يا جماعة بيبقى عامل زي اللاعب بالضبط المدرب بيبقى عامل زي اللاعب بيبقى أجنبي الأجنبي ده بيشوفوه أحسن اللي عندهم ولا لأ محمد صلاح لما بينجح في الليفربول مش بينجح عشان خطر عيونه لا ده هم هيفيدنا ولا لأ هيبقى أحسن من يولاد بلدنا ولا لأ هناك عندهم العنصرية أعلى فمحمد صلاح نجاحه هو اللي بيخليه يستمر موهبته وإرادته وعطائه هو اللي بيخليه يستمر أهدافه وطموحاته اللي بتتحقق هو اللي بيخليه يستمر والناس بتحبه غزبا عنها كمان المدرب لما اتمرن برا بلدك يعني على العشور أنا عرف نواف السعودية والإمارات دي أنا كنت متابعه فيها بنتصل ببعض إن إحنا يعني جيل واحد وزمل يعني فكنا على اتصال بعض على طول وخد بطولات مع فرقة الشباب في نادي الوحدة في الإمارات خد البطولة فمش مدرب صغير يعني لكن هو عايز الفرصة للأسف المدربين بتبقى عايزها الفرصة هي دي نادي الأهلي مثلا حسام البدري هل كان مرا في حتة ما كانش مرا في حتة كان تاريخه كله في التدريب إنه مساعد منه والخزين ما كانش مرا في حتة خالص مرا كان في النشيئين كده في الأهلي وبتاع دي ما تعتبرش خبرات بي مرا في النشيئين النادي الأهلي فلما بقى مساعد منه والخزين منه والخزين لما مش يكامل هو مدير فرن لو هو ما عندوش الملكة لو هو ما عندوش الموهبة ما كانش يقدر يشيل الفرقة وياخد بها بطلق افريقيا كمان لوحده وجي محمد يوسف برضو بعدين محمد يوسف برضو ما خرجش برا النادي الاهلي ومرن فرق برا النادي الاهلي كان بيمرن في الناشئين والناشئين الاهلي بيلعب ناشئين النصر ولا ناشئين يعني الناشئين فرق الناشئين يعني مش هي دي اللي هتعمل مدرب ولكن يعني بيمرن او كل حاجة لكن هتروح افريقيا بقى ومع النادي الاهلي الكبير وتاخد افريقيا محمد يوسف خد افريقيا اذا الموضوع مش موضوع خبرات الخبرات طبعا بتفرق بعد كده ولكن هي موهبة لو ما عندوش موهبة حسام البدري ما كانش يخد البطولات لو محمد يوسف ما عندوش موهبة ما كانش يخد البطولات حسام البدري قال كلمة جميلة جدا عمري ما هنساها حسام البدري هو بيمرن في الهاتف القلب بيسألوا بيقول له التدريب في الممتاز بيه صعب ولا في الدوري الممتاز ألف علموا الممتاز بيه أصعب اللي مرن سنة واحدة في الممتاز بيه قد عشر سنين في الدوري الممتاز لانك في الدوري الممتاز بتلعب مع لعيبة جهزة يعني انا مثلا وحد زي وليد سليبان لو انا مدربه وقول له يا وليد انا عايز في الوقت اللي بي معلول توسع لنفسك ازاي معلول لما ياخد الكرة وسع لنفسك المكان ده عشان تستلم في الحتة دي هقول له له مرة خلاص بعد كده لما اجي اكلمه هايقول لي خلاص يا كابتن أنا عارفت فمستوى اللعيبة مستوى فكري اللعيبة مختلف لما تجي اتمرأ انا مرنت في الممتاز به مع احترامي للفرق طبعا لما مرنتها الناس على راسي من فوق لكن انا كنت بعلم الاساسيات بعلم الالتزام بعلم يعني ايه لعيب محترف بعلم يعني ايه تحب الفريق بعلم يعني ايه تساعد زميلك كل ده لقيته مفقود لكن لما اتمرن في النادي الاهلي وانا لما مرن ابو تريكا وحسام غالي وحسام عشور اقول له الحسام عشور لما تكون الكرة كده مين نحيتها وبدأ مش هقول او الله هتكسف اقول له تعالى حسام انا بس عايزة فكرك بحاجة تيميل شوية نحية الكرة لما تكون الكرة احنا بنهاجم ايمين ميل كده شوية نحية الكرة مفيش كلام هيتقال مفيش كلام لان اللاعب هو متأسس كويس جاهز موهوب احسن لعب في المكان ده في مصر مفيش حاجة ممكن انت بقى كمدير فني تستخدم الفنيات بتاعتك اثناء المباراة النهاردة ابو تريكا مش موفق فلان مش موفق تقدر تعمل تغييرها كويسة يعني هنا بقى لادارة المباراة هي اللي بتبقى مهمة لكن الفر مش كتير عشان كده في مدربين كتير جدا مظلومة في مصر مفيش حاجة اسمها ده المدرب ده يا عم مرن فين ده ما عندوش خبرات مفيش حاجة اسمها مدرب ما عندوش خبرات في حاجة اسمها مدرب موهوب عندو الصنعة ميدو اول ما مسك تدريب نادي الزمالك خدمة عبطولة وهو دلوقتي بعد الخبرات بعد الخبرات دي كلها ميدو مسك المقصة بعد اهو ست سبع سنين تدريب او خمس سنين في التدريب كان هينزل المقصة درجة تانية وبدأ معهم فترة اعداد وكل حاجة جابوله لبن العصفور زي ما بيقوله وسببهم هما في الاخير في الدوري كان هينزلهم درجة تانية مانو القزي بعد ما قاعد مع نادي الزمالك خمس ست سنين وقصر الدنيا وخد بطولات الدنيا كلها وكان طلع ناقص يطلع لكوكب المريخ ياخد بطولات لما راح السعودية يعيني مش عارف مسك اهل جدة تقريبا اتعادل تمام المطشاط يعني ممكن اقول ايه اول مطش لسه ما تعودش على اللعيه بقى تاني مطش تالت مطش راب تمن مطشاط تعادل الناس بقوا مكسفين منه راجل قدم استقلته راح ايران فشل في ايران ده انت ابتدت مع الاهل بدون خبرات خدت بطولات الدنيا كلها لما بقى عندك الخبرات لا الكورة صدقوني يا جبعة الموهبة هي الاعلى عندك موهبة كمدرب خلاص انا فاكر مرة رحت امرا في عمان في عشرين اتناشر عشرين تلاتاشر من سبع سنين كان وشي اظهر من كده كده يعني بيبي فيس كده انا جت من الطيارة وروحت النادي كانوا قاعدين في فندق فاجي بقى اعضاء مجلس الادارة ومدير الكورة بالليل يسلموا علي وكده بعد ما جت من المطار فهما بيسلموا علي قالوا لي يا نهرب يا ده انت وشك كده صغنون قوي وطيب قوي يا كابتن هتعمل ايه مع العيال ده اللعيبة بتاعتنا عيال احنا هنا في محافظة اسمها الظاهرية وعيال جبلية كده والصحرة دحكت قلتولهم طب خلاص انا هروح بقى صيدلية اجيب فيتامينات واخد فيتامينات عشان هدخل للملعب وابقى قوي مع اللعيبة قلتولهم المدرب موهبة قلتولهم انت هتبكرة في التدريب هتتفرجوا على التدريب لما تعمل الدرهم كده الفضة ده هتسمع الرنة بتاعته المدرب يبقى شخصيته كده فيش مدرب مثلا يبتدي كيك يعني ني كده والعيالة تهب فيه وبتاع وبعد سلتين ثلاثة هيبقى شخصية لا من الاول من البداية زي جوارديو الاول ما قال بسم الله الرحمن الرحيم وطلعهم من الفريق الريدي في الدرجة اللي تحت لما طلعي مرة برشورونا خد معهم كل بطولات الدنيا خد الدوري وكيس والسوبر وبطولة اوروبا شامبوزليك خد كل البطولات خد ست بطولات في اول مرة زين الدين زدان لما طلعي من العشرين سنة وريال ماديد كانت شايلطين والفريق الكبيرة لما بتستغنى عن المدرب بتاعها بيبقى بعد ضلين ليه لانهم عندهم سيستم وعندهم نظام انهم ما يزبروا على المدرب فلما ريال ماديد مشى المدرب وطلع زين الدين زدان خد معهم الدوري وخد بطولة اوروبا وهو مدير فن فين في الواحد وعشرين سنة وكانش عنده بقى خبرات في التدريب يبقى اذا التدريب عبارة عن موهبة رقم واحد لعب القرى موهبة زي ميسي ميسي اللي مخليه عايش دلوقته بياخد القرى الزهبية وبياخد هو وكريستانو ريونالدو مش الخبرات اللي في الملعب الموهبة رقم واحد ثم الموهبة ثم الموهبة بعد كده بيحافظ على لفسه بيلتزم حاجات كتيرة لكن رقم واحد هي الموهبة فاللي انا بقوله هو ايه اللي مخليهم دلوقتي دخلين 34 سنة كريستانو وميسي وبيلعبوا لغاية دلوقتي وهدفين الدنيا واحسن لعبه في الدنيا الموهبة هي اللي مخليهم عايشها لغاية دلوقتي لان اللي يقتهم قلت هم بدنيا قالوا ميسي وكريستانو ما بقوش يجروا زي الاول ما بقوش في قوة الجسمانية بتاعت الاول بس اللي معي شنهم لغاية دلوقتي هي ايه الموهبة اللي عندهم فالمدير الفني اللاعب هو عبارة عن موهبة فيا جماعة المدرب بيبقى محتاج فرصة فالنهاردة على عشور ربنا يحفظه يا رب ان شاء الله فاش حاجة يسمى يقول له يا ده اول بقى مرنج لأ هو بيمرن بقى له عشر سنين مرن في الممتاز به ومرن في الدرجة الاولى ومرن في السعودية ومرن في الامارات كل دي بموهبته انا مش عايز اقول لكم لما بنروح نادي بنمرن احنا ولادي المقاولين انا مثلا ابن المقاولين مش ابن اهل والزمايك فلما يروح مكان يقول لك لما نشوف بقى مصافة صدق ده مدربة عامل ازاي لما بيجوا يتكلموا اللاعيبة يقول لهم هاي الراجل ده عامل ايه معاكو مجلس الادارة بيتطمن على المدرب فالاعيبة تقول لهم لا ده احسن مدرب ده الرب لو مش عارف فاحنا متوجدين في التدريب علشان انت موهوب مش عشان ابن الاهلي ولا ابن زمالك العلي عشر كذلك المدربين المحترمين ويا ما انا كنت اععد في اماكن كده يقول له ده العشر ده مدرب عالي قوي قال لهم ماشاء الله حتى لما بقى بالعالي اقول له مفيش مكان بععد فيه اللي الناس بتذكرك بالخير انت مدرب علىه فالنهار ده لما اتفرجت على مطش المقصة والمقاولين وشفت علي عشور هو اللي قائد المطش هو افضل من المقاولين والشوت التاني كله هو اللي مسيطر على المباراة برغم محمد برم ما كانش في مستوى النهار ده لكن علي عشور وموقف العيبة صح راكب المطش صح هادي جدا والعيبة هادية جدا وقدر يكسب مش عشان كسب بقول عليه مدرب قويس عشان هو موهوب ومدرب قويس فعلا طولت اعمل لايك واشتركوا زي لا انا في نقطة مهمة اعايز اقولها زي بالزبط اللعيبة من اكتر عيبة سمعت في اوروبا محمد صلاح من ابناء المقاولين مش بقى لعب في الاهل وزي مالك وخد خبرات عشان كده بقى اتقلك برا لا هو الموهبة مهمة جدا هتلاقي النني من المقاولين عمر زاكي والمحمدي من ناشئين انبي بتأسسوا في انبي المحمدي وعمر زاكي بتأسسين من ناشئين انبي فحاجات كتيرة نعمل لايك واشترك في القناة لو مش مشترك